السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً شهر سلام وبهذا الفيديو ان شاء الله راح وضح الفرق لكلمة دن بكل حالاته أو بكل معانية لنتقل بدونها يتأخير للشرح كلمة دن لكتير معاني واستخدامات باللغة الألمانية من بين أهم وأكتر هاي الاستخدامات هي لما بتجي دن السكونيونكتسون يعني لما بتجي الأداة دن كأداة ربط أو كحرف عطف بالجملة وهي دايماً هون يعني دايماً بتوضح السبب بالجملة أو بتعطي السبب السبب هون مثلاً لما أنا بدي أقول كجملة ناخد مثال بقول مثلاً هون أنا وضحت أنه قلت أنا يعني أنا اليوم ما راح روح على المدرسة طيب أنا هون بدي أذكر السبب ليش ما راح روح على المدرسة قلت بالجملة بعد الفاصلة دن إش بين خرنك يعني لأني مرضان هون لغونت إش بين خرنك السبب إني أنا مرضان لهيك ما بدي أروح على المدرسة تمام؟ إذن كان هذا أول استخدام لإله دن استخدام بتجي السباتيكل باتيكل يعني كحرف من بينتها الحروف هاي وأشهرهم يعني ايغنتليش زونس شليسليش نون نوة والآخرية ناخد مثال لكل حالي أول شي بدي أخد مثال على الحرف ايغنتليش ايغنتليش معناته أنه في الواقع ناخد مثال فاصستين متقيم يعني نفترض أنه هلأ انتي آعد انتي إجيت مثلا عند رفقاتك اثنين واحد من رفقاتك هذا مزعوج يعني ومدائق تيجي انت بتسأل رفقك هداك أو مثلا بتسأل رفقك نفسه هذا المدائق بيجي ما بيجاوك أو بيجاوبك يعني بجفاصة بتيجي انت بتسأل رفقك تانية بتقوله فاصستين متقيم يعني شو شو خبره شو معه أو شو حالته يعني تمام؟ فاس إستين متئيم وهن كان يقول أنا فاس إستاينجليش متئيم يعني شو حاله بالواقع أو بالحية يعني بالعامية نحن بنقول شبه عن جد تمام إذن هون شبنا عن جد أنه مثلا باللغة الألمانية ايجنتليش وهون استخدمنا الدن بدل الايجنتليش أو كمرادة فلا إلا السنونوم بناخد هلا مثال عن الحرف الثاني اللي هو زونس زونس معناه باللغة العربية وإلا ومعناه باللغة العامية يعني لكان يعني ناخد مثال لنفترض مثلا أنه أنت واقف أنت ور فيئك تمام بيجر فيئك بينكشك أو مثلا حدا بيضربك عرقبتك بتجي أنت بتندار عليه بتقوله ليشيك عملت بيقول لك دس فائش نيشت يعني ما أنا يعني اللي ضربك ما أنا بتجي أنت بتقوله يعني مين لكان أو كانك عم تقوله مين غيرك يعني تمام إذن هون عندي الدن دايما بتجي كمرادة لكلمة لحرف زونس ناخد مثال يعني أنت عم تدق لرفيئك ورفيئك ما عم يرد على التليفون بيجي هو مثلا أنه هو يجاي ما بتلاقيه غير شرفه يجاي أنت هون بدك تسأل أنه عن جد وين الهاتف تبعه أو وين موبايله لأنه صار ليسا عم تقوله أنا وما عم يرد بتجي بتسأله وتقوله يعني هالموبايلك معك بيجي بيقلك تجي أنت بتسأله يعني وين لكان تمام؟ شفنا هون أنه لكان استخدمناها كزونس فيني أعشيل هاي الزونس واستخدم بدال الدن بيجي بيقله بكل بساطة يعني وين لكان أو وين موبايلك لكان تمام؟ إذن شفنا هون أنه إجيت الدن كمرادة لكلمة أو لحرف زونس هلا من ننتقل للحال الأخيرة واللي هي زو شاينت اس فاست يعني هكذا يبدو الأمر تقريبا فاست تقريبا زو شاينت اس فاست يعني لا نفترض أنه هلا أرفيئك وقع ألم على الأرض وأنت هون مرفيئك صار يدور على هالألم هذا وأنت شايفه الألم وهو قاعد عم يفتول وعم يدور على هالألم هذا بيجي أنت بتقوله شايفه ليكو الألم قدامك تحت إجراك لا أعين من إجراك وهو عم يدور ويروح ويجي وما عم يلاقيه تيجي هون أنت بتوجه للسؤال وبتقوله بيستو دين بلينت يعني هل أنت أعمى يعني زو شاينت اس فاست يعني هكذا يبدو الأمر تقريبا يعني كأنك أعمى يعني شو أنت كأنك أعمى عن جد كأنك هكي عم توجه للسؤال بالعامية شو كأنك أعمى عن جد أو شو صير أعمى يعني إذن هيك نستخدم الدين كمان بدال ايقين تليش أو بدال مثلا أو بدال تمام؟ هلأ مننتقل للحالي التالتي واللي هي يعني قضية شرطية أو لما أنا مثلا بدي أحكي بالجملة في شرط أو مثلا في أنتشيد يعني لما بدي أحكي أنا عن الفرق بين شغلتين ولكن انتبه هون أنا بستخدم الدين بهالجملة هاي بدل الألس ولكن إذا كان عندي الألس أنا بالجملة موجودي ولكن بمعنى تاني غير الدين تمام؟ أو بمعنى تاني غير الألس الحقيقي ناخد مثال مثلا لنفترض أنه أنت عندك رفيق هل رفيق هذا اسمه أحمد أو أنا عندي رفيق هل رفيق هذا اسمه أحمد أحمد هذا رفيقه هو ممثل ومغني يعني هو بارع بشغلتين ممثل ومغني ولكن هو إنه مشهور كمغني أكتر من كونه ممثل بيجي هون بقول يعني أحمد مشهور أو مشهور أكتر كمغني من كونه ممثل يعني مشهور هو كمغني أو معروف يعني كمغني أكتر من كونه ممثل تمام؟ إذن هون استخدمنا الدين بالجملة وكان عندي ألس ولكن الألس كانت بتعطي معنى تاني تمام؟ هل مننتقل للحالة الأخيرة واللي هي ألس أد فياب لما بيجي عندي الدين كظرف ناخد مثال مثلا إس زايدين يعني أنا هون استخدمت إلا إذا إذن عندي هذا المصطلح فظوء إس زايدين إلا إذا أو يعني لما هون أنا عم أحكي الظرف مثلا رح يصير ولكن أنا هذا الظرف ما بعرفه عم متوقعه من هاللحظة هاي بقول مثلا لا نفترض أنه أحمد عزمني أو حدم رفاتي عزمني على حفلة عيد ميلاده أو عزمني يعني على حفلة لا على التعيين بيجي بقوله أنا يعني أنا ما رح يجي على حفلتك إلا إذا إلا إذا إلا إذا يعني الجو صحي بشكل أكتر أو بوضوح أكتر يعني صار هون دويتليش عنده بوضوح أو يعني مبين إلا إذا يعني أنه الجو بيّن أنه صار أحسن وقته أنا بيجي على حفلة وتمام اشتخدمنا هون السايدين كظرف يعني الظرف هذا رح يصير بالمستقبال أو يعني مثلا بكرة بعد بكرة بوقت من الأوقات ولكن هون إلا إذا أنا استخدمت إلا إذا يعني ما رح يجي أنا ولكن في عندي الظرف هالظرف هذا مثلا إذا صار الجو أحسن أو صار يعني أنه بوضوح يعني صار أنه مشمس أو يعني صار يعني أنه أحلى شوي أنه خرج الواحد يطلع وقته رح يجي على حفلتك إذن هذا كان كل شي بيتعلق بحالات الدن بتمنى أنه كان الشرح واضح بالنسبة للكون وأنه استفدتوا أنتوا من هالأمثلة هاي ومن هالاستخدامات لأداة الربط دن بتمنى من كل يلي شافوا هذا الفيديو ما ينسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى توصلوا إلى فيديوهات جديدة ولا تنسونا كمان من دعاكن وبشوفكن بخير إن شاء الله بدروس الجاي في أمان الله